تعالى اقولكوا ازاي نعمل احلى وافل فرنش توست من اختراع العبدالله وعلى فكرة الوصفة دي موجودة في الكتاب بتاعي وهداية مني لي قصوا شباب يريد تعملوا لايك وشير واكسبلور وتعملوا منشن لصحابكم لان بجد انا بقدم محتوى ومبسل فيه مجهود كبير جدا والاوتكم للأسف محبط جدا لايك وشير بتاعك ده صدقني هيحفزني ان انا اكمل في المحتوى بتاعي اول حاجة هنستخدم خمسة من التوست الابيض واربع بيضات هنحتاج منهم بطين كاملين واتنين بيض بيض سكوب روتين فانيليا ولبن خالة دسم اول حاجة هنكسر البيض زي ما انتو شايفين بيد واحدة بقى من الشيف ميجو وهبا بالترانزشن الماتينة ننزل عليهم بمية ملي لبن خالة دسم ممكن تستخدم لبن كامل للدسم لو السهرات الحرارية بتاعتك بتسمح عادي جدا انا بعد كده نزلت بتلت كياس من السكر القذر حبيب اللي ما ده تاخفق البيض زي ما انت شايف يا ولد بزمتك مستهلش لايك وشير وطبعا لحد كل حاجة لما تتجانس تماما عشان نتدي ننزل بالتوست انا استخدمت خمسة سلايسز انت ممكن تستخدم تلاتة او اتنين على حسب السهرات الحرارية بتاعتك والسهرات الحرارية هقولك على اخر الفيديو كان بالزبط اللي لوك بتاعتك هتخطص في الجنبين واستخدم عيش ابيض نصيحة علشان العيش اللي ابيض هيبقى عامل زي السفنج وهيشرب كل بيض البيض طوال جاي بقى دي اختياري ممكن تستخدم بتاعت الوافل ميكر او ممكن تعملها في الطاصة براحتك مردش والله اقول لكم بقى لايك فور بارت تو بقى يعني يحس على دعمك رفس الوقت اولا من الوافل ميكر دي تبتدي تسخن هنبتدي نعمل السوس بتاعنا هناخد سكوب وي بروتين من مصر سيد وبقى كده هنحط عليه سكر دايت وشوية مية وهنقلبه لحد لما يبقى القوان بتاعه عامل زي السوس الميكر بتاعتنا سخنت وكله زي الفول هنجيب بقى بتاع حوالي اتنين جروم كده زيت زتون وبالفورشة السيليكون هتدهنها على الجنبين وبقى كده تبتدي تنزل التوست بتاعتك واحدة واحدة سامتوا شايفين هيبقى تشيل اتنين فده مصلحة بقى كده يا باشا واحلى وافل فرنش توست هتاكله في حياتك شايفين يا جدعان العظم احلى حاجة في الوافل ميكر بقى ان هي ما بتاخدش وقت خالص يعني اخرها تلاتين ثانية وبتخلص لك كل حاجة على عكس بقى لو استخدمت بتاعتك لحد لما الخامسة وافل يخلاصه وهتنزل عليهم بالسوس وتفرج يا باشا على احلى وافل فرنش توست يستاهل بققك الجميل ده يا عسل انت